حرف الراء حرف الراء نضع فتحة راء مد بالألف راء ثم الهمزة كسر ثم حرف الحاء ثم حرف التاء في آخر الكلمة تنوين بالضمة تنحة رائحة 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 منتازي جدا والآن حرف الميم حرف الميم نضع ضم م مو 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 ثم حرف العين نضع فتحة حرف الطاء حرف الطاء هنا حرف مشدد الشدة ثم الكسرة معطي ثم أخيرا حرف الراء تنوين بالضم رن معطي رن معطير 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 ممتاز جيد جدا